نلجأ إلى الله عز وجل ولا نصعب شيء ولا نيأس ولأن الهداية بيد الله الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يهدي من يشعر جميل جدا والكلام في هذا يطول لكن أستاذ أو الشيخ ناصر لعلنا نذكر من الأمور التي يجب أن نذكرها عمر مع القرآن الكريم طبعا الشيخ يشتعى والمشاهد الكريم والشيخ محمد سبحان الله العظيم الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف تجعل العبد يتمسك بالقرآن يقول الحسن كلمة تكتب بماء العين ومثلو بن تيمي يقول أنزل الله من الكتب مئة وأربعة كل معاني هذه الكتب جمعها الله في القرآن وكل معاني القرآن جمعه الله عز وجل كل معاني هذا القرآن جمعه الله في صورة الفاتحة وكل معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاد الذي يريد راحة البال واطمئنان الخاطر والبركة في الحياة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة وأن يدخل الأنس والسكينة من أوسع أبوابه فعليه أن يتشبث بكتاب الله جميل فلما حضروه قالوا أنصتوا القرآن يبدلك من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة من دون أن تشعر شفت خياتوهم جيين يستمعون إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام جن جن ما يعني للتو قد سمعوا القرآن قراءة محمد بن عبد الله التي ملأت فمه صلوات الله وسلامه عليه فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي شفت خيالهم توم جيين يستمعون القرآن ولوا إلى قومهم طيب وش وظيفتهم مندرين طيب ما الذي ستنذرون به الناس إنا سمعنا قرآنا عجبا طيب وش وظيفة القرآن يهدي إلى الرشد جميل ولذلك سبحان الله العظيم دائما الذي يشتكي ما في صدر عليه أن يعالج قلبه بالقرآن وأن يزيل كل ما في صدره بكتاب الله لذلك سبحان الله تأمل في عمر رضي الله عنه وأرضاه متى قتل وأين قتل وما هو المكان الذي اختير لقتله تجده حينما كان بين يدي ربه يتلو آية القرآن ولذلك اختار أبو لؤلؤ هذا المكان ليطعن عمر لأنه علم عمر أن لي عمر قلبي طيل إلى السماء إذا كبر وهو يستشعر أن هذا الكلام كلام الله لذلك يقول الراوي إني لكنت في الصف الثالث أو الرابع وأنا أسمع نشيج عمر في صلاة الفجر صوت صدره من البكة وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم هذه القلوب التي تعرف ما هو القرآن وجماله وبهاءه وحلاوته وروعته هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن شفاء وأن هذا القرآن محله الصدور ليس الألسل هذه القلوب التي تعرف أنه من شق من السماء شيء ولا نزل منها أفضل من آي القرآن هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن غير أقوام وبدل أجيال وزرع الهمم والعزائم في نفوس رجال ونساء هذه النفوس التي تعرف أن هذا القرآن هو أكبر بوابة للتغيير في الحياة مسحور معيون مهموم تشتك المظائق جرب أن يكون لك ورد من آي القرآن أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أن تتغير حياتك وأن تموت همومك الله أكبر جميل جدا يعني هذه رسالة المتابعة أيضا أنهم يكونون بالقرب من القرآن وبمصاحبة القرآن هذا عمر رضي الله عنه على شدته وقوته كان كما ذكر أنه كان في وجهه خطان أسودان من البكاء وكان يقرأ القرآن وأحيانا يغمى عليه إذا سمع بعض الآيات أو القرآن ولذلك علينا أن نكون قريبا من القرآن ولا غرابة مشايخ أن يكون الإنسان مهموما ومحزونا وهو بعيدا عن القرآن لا غرابة أن تتعسر أموره وهو بعيدا عن القرآن فما أجمل أن نكون بصحبة القرآن أنا بس أختم لك إذا كان شف تخير 48 وجه مشاهد الكريم والمشايخ الفوضاء 48 وجه النبي يقول أخذها بركة وتركها حسرة سورة البقرة 48 وجه إذا كان أخذ 48 وجه بركة طيب أخذ 604 أوجه ماذا سنعلم من البركات؟ بركات وبركات بركات وبركات سنعود للمشاهدة